احنا دلوقتي وصلنا للمرحلة الثالثة والأخيرة من التنفس الخلوي الهوائي المرحلة اللي نختم فيها شغلنا واللملمة ورعنا ونعيد حساباتنا علشان نعرف لينا هي وعلينا هي المرحلة دي اسمها مرحلة سلسلة نقل الالكترونات المرحلة الاولى كانت انشطار الجلوكوز وانشطار الجلوكوز بيحصل سواء كان في وجود الأكسجين أو في غياب الأكسجين وبيتم انشطار الجلوكوز داخل السيتو بلازم بالتحديد في منطقة غير عضية اسمها السيتوزول اللي بيحصل هو ان الجلوكوز بينشطر ويتحول الى اثنين حمد بيروفيك وبيتم انتاج اثنين اي تي بي زاية كمان بيحصل اختزال اثنين جزيه مرافق انزيم ناد موجب ويتحولوا ويبقوا اثنين ناد اتش واحنا قلنا ان الناد الاتش الواحد بيدينا تلاتة اي تي بي وكوزيه الفاد اتش تو بيدينا اثنين اي تي بي فيبقى كده يجمل الطاقة اللي حصلنا عليها في مرحلة انشطار الجلوكوز هما اثنين اي تي بي خدناهم بشكل مباشر زايد اثنين ناد اتش هندرابهم في تلاتة هيساوي ستة اي تي بي يبقى كده يجمل الطاقة تمانية اي تي بي مع العلم ان مرافق الانزيم الناد اتش والفاد اتش تو عاملين كده زي الوديعة اللي بتخط فيها فلوس ومش بنقدر ناخد الفلوس دي غير في اخر مرحلة وهي سلسلة الالكترون علشان كده ما كانش ينفع نحسب اجمالي الطاقة غير في اخر مرحلة بعد كده في المرحلة التفضلية لدورة كريبس اللي اتنين حمد بيروفك اتحولوا الى اتنين مجموعة اسطيل واحنا خدنا اتنين ناد اتش يعني حصلنا على ستة اي تي بي ودورة كريبس حصلت مرتين فكده هنحسب كل حاجة في اتنين حمد السيتريك لما تحول لحمد الكيتو جلوتاريك خدنا اتنين ناد اتش يعني كده ستة اي تي بي وكمان حمد الكيتو جلوتاريك لما تحول لحمد الساكسينيك خدنا اتنين ناد اتش يبقى كده كمان ستة اي تي بي وحمد الساكسينيك لما تحول لحمد المليك خدنا 2 FADH2 فيبقى كده 4 ATP وكمان في نفس الخطوة دي خدنا 2 ATP وحمد المليك لما تحول لحمد اللي وزاله أساتيك خدنا 2 NADH يعني كده 6 ATP فيبقى كده إجمالي جزيئات ال ATP اللي حصم عليهم من دورة كريبس هم 30 ATP زائد 8 ATP في مرحلة انشطار الجلوكوز يعني كده إجمالي جزيئات ATP في التنفس الخلوي الهواي هو 38 ATP في المرحلة الثالثة المفروض كده هنعرف إزاي بنفك الوديعة دي وناخد منها الطاقة اللي بيتم تخزينها في جزيئات ال ATP جزيئات ال NADH والFATH بيحصل لهم أكسدة عن طريق انهم بيفقدوا الهيدروجين اللي كانوا اكتسبوه قبل كده الجزيئ الواحد من مرافق انزيم NADH بيفقد 2 هيدروجين وبيتحول إلى NADH موجب زراتين الهيدروجين اللي خدناهم بنقسمهم بعد كده إلى 2 إلكترون و 2 بروتون الإلكترون بيكون سالب والبروتون بيكون موجب الإلكترونات بتنزل من مستوى طاقة عالي لمستوى طاقة أقل وبتتضحرج على حاجة اسمها حاملات الإلكترونات أو ما تسمى السيتوكرومات ودي بتكون موجودة على الغشاء الداخلي للميتوكندريا فالسيتوكرومات بتحمل الإلكترونات من مستوى طاقة عالية إلى مستوى طاقة أقل وكل ما الإلكترونات بتنزل مستوى طاقة بيخرج منها طاقة بتتخزن في الروابط ما بين جزيئات ADP ومجموعة الفصفات الثالثة فبيتكون جزي الATP الإلكترونات اللي موجودة في الناد H بتنزل ثلاث درجات يعني ثلاث مستويات فبيتكون ثلاث جزيئات ADP والإلكترونات اللي موجودة في الفاد H2 بتنزل درقتين يعني مستويين فبيتكون ثلاث جزيئات ADP بعد كده الإلكترونات لما بتنزل الآخر خالص بيقابلها البروتونات اللي كانت انفصلت عنها قبل كده فبيتكون H2 الـ H2 بنضيف له الأكسوجين والأكسوجين بيكون موجود في صيغة O2 فعلشان نضيف له أكسوجينة واحدة بنقسمها نصيه فبنضيف له نص O2 فبيتكون جزيئ المية اللي هو H2O وتبقى المعادلة كالقادي اتنين إلكترون بيتصلوا مع اتنين بروتون فبيتكون H2O بنضيف عليهم نص O2 فبيتكون H2O علشان كده الأكسوجين يعتبر هو المستقبل الأخير في سلسلة نعل الإلكترون وزيئات الناد H والفاد H2 بيحصلنهم أكسادة عن طريق فقد هيدروجين وبعد كده بيتكون جزيئات ATP من الطاقة اللي بتخرج من الإلكترونات فبتتخزن في الربطة بين ADP ومجموعة الفوسفات التالتة علشان كده العملية دي كلها كده على بعضها اسمها الفوسفرة التاكسودية وبالتالي جزيئات المية بتتكون خلال الفوسفرة التاكسودية وبكده نبقى خلصنا سلسلة نعل الإلكترونات وخلصنا معاها التنفس الخلوي كاملا بالكامل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشارات شكرا